بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في الأيام المقبلة نستقبلون شهرا كريما وموسما رابحا عظيما شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات فتضاعف فيه الحسنات فتضاعف فيه الحسنات لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلِّقت أبواب النار وصفِّدت الشياطين فتفتَّح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من أهل الإيمان وتغلَّق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان شهرٌ من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّم من ذنبه ومن فطَّر فيه صائمًا كان له مثلُ أجله ومن أتى فيه بعمره كان كمن أتى فيه بحجَّه فهو شهرٌ عظيم وموسمٌ رابحٌ كريم ينبغي للمؤمن أن يعتني بهذا الشهر وأن يعطيه حقَّه من الأعمال الصالحة فيُشرع للمؤمن في هذا الشهر العظيم أن يستكثر من الأعمال الصالحة ومن أهمها أولًا التوبة النصوح إلى الله عز وجل والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته والتوبة وإن كانت واجبةً على الفور في كل زمانٍ ومكان لكنها لها شأنٌ عظيمٌ لكن التوبة لها شأنٌ عظيمٌ في المواسم الفاضلة لأن الغالب إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير والمعاصي قد تكون سببًا لحرمان العبد فضل الله عز وجل فيُحرم من فضل الله بسبب الذنوب والمعاصي ولأن الإنسان إذا تشبَّث بالذنوب والمعاصي أليفها وصعُب عليه فراقها فعلى المؤمن أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل من جميع المعاصي والذنوب ثانياً أن يستكثر من الأعمال الصالحة ومنها أولًا قيامُ رمضان فإن لقيام رمضان شأنًا عظيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وينبغي أيضًا أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف لأجل أن يُكتب له قيامُ ليلة فإن الصحابة رضي الله عنهم لما صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو نفَّلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيامُ ليلة فيُكتب له قيامُ ليلة ولو كان نائمًا على فراشه من الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم أيضًا الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل فإن هذا الشهر هو شهر القرآن كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًا للناس وبيَّناتٍ من الهُدى والفرقان وكان جبريل يُدارِس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيُدارِسه القرآن فالقرآن العظيم له شأنٌ في هذا الشهر المُبارك فاستكثر يا عبد الله من تلاوته واحرِص على التدبُّر والتعقُّل والتفكُّر حتى تستفيد من تلاوتك لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبُّر والتفكُّر والتعقُّل كتابٌ أنزلناه إليك مُباركٌ ليتدبَّر آياته وليتذكَّر أولو الألباب وقال عز وجل أفلا يتدبَّرون القرآن من الأعمال الصالحة المشروعة في هذا الشهر تفطير الصائمين فإن فيه ثوابًا عظيمًا وأجرًا جزيلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره فينبغي للمؤمن أن يحرِص على تفطير إخوانه الصائمين ولسيَّما المُحتاجون منهم من الأعمال الصالحة في هذا الشهر العُمرة فإن فيها ثوابًا وأجرًا عظيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم عُمرةٌ في رمضان تعدِل حجَّه وفي روايةٍ عُمرةٌ في رمضان تعدِل حجَّةً معي ولا فرق في حصول الثواب بين أن تكون العُمرة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره واعتِقادُ بعض الناس أن ليلة سبعٍ وعشرين لها خصيصةٌ ومزيَّةٌ على غيرها من الليالي في الإتيان بالعمرة هذا لا أصل له من كتاب الله ولا من سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم فالإنسانُ إذا أتى بعمرة من حين دخول الشهر إلى أن يخرج كل ذلك زمنٌ للعمرة من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الجود كلها من الجود بالعلم والجود بالمال والجود بالجاء إلى غير ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يفعل أنواع الجود كلها فينبغي للمؤمن أيضاً أن يحرِص على الجود والإحسان وتفقُّد إخوانه الفقراء والمحاويج فأنت تتوسَّل إلى الله عز وجل بجودك على عباده فكما أنك جُدت على عباده فإن الله تعالى يجود عليك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الاعتكاف فإن الاعتكاف من الأمور المشروعة في العشر الأواخر من رمضان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان فجاءه جبريل وقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفاً فليعتكف العشر الأواخر من رمضان والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان الأمر الأول الانقطاع والتفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته بحيث أن الإنسان ينقطع عن الدنيا وعن لذاتها وشهواتها وزهرتها وزخرفها ويتفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته والأمر الثاني من الأمور المقصودة في الاعتكاف تحري ليلة القدر كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأواخر من رمضان وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالاعتكاف وأحكامه في جرس لاحق إن شاء الله أيها الإخوة صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام دل على وجوبه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى وفي قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم الكاف هنا للتشبيه أي ككتابته على الذين من قبلكم ولكن هذا تشبيه لأصل الكتابة بأصل الكتابة وليس لوصف الصيام بوصفه وفي هذه الجملة من الآية كما كتب على الذين من قبلكم فيها فائدتان الفائدة الأولى تسرية هذه الأمة وأن الله عز وجل لم يوجب عليهم الصيام من بين سائل الأمم فهو قد كتبه على جميع الأمم السابقة والفائدة الثانية أن تستكمل هذه الأمة الفضائل التي سبقتها إليها الأمم السابقة فما من فضيلة وخصيصة خص الله تعالى بها الأمم السابقة إلا وفي هذه الأمة ما يكونوا عوضاً عنها بل ما يكونوا خيراً منها وأما السنة فقد دلت على وجوب الصوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا معلومًا بالضرورة من الدين على فرضية الصيام وأنه رُكْنٌ من أركان الإسلام فمن أنكر وجوبه فقد كفر لأنه مكذِّبٌ لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وأما من تركه تهاوناً وكسلاً فهو على خطر وصيام رمضان كان فرضه على مرحلتين كان فرض صيام رمضان على مرحلتين المرحلة الأولى التخيرُ بين الصيام والإطعام فمن شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يُفطِر ويفتدي فعل ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سلبة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أنزل الله تعالى وعلى الذين يُطيقونهم فديةٌ طعام مسكين فمن تطوَّع خيرًا فهو خيرٌ له قال كان من أراد أن يصوم فعل ومن أراد أن يُفطِر ويفتدي فعل حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم فكان الصوم حتماً واجباً وعيناً مفروضاً وصيام رمضان مع كونه فريضةً من الفرائض إلا أن فيه ثوابًا عظيمًا وأجرًا جزيلًا فمن فضائره أولًا أن الله تعالى افترضه على جميع الأمم كما قال عز وجل كما خُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولولا أن الصيام عبادةٌ عظيمةٌ محبوبةٌ إلى الله تعالى ما فرضه على جميع الأمم من فضائر الصوم أنه سببٌ لتحقيق التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا لأن الصائم مأمورٌ بفعل الواجبات منهيٌ عن ارتكاب المحرمات وهذه هي حقيقة التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه أي أن الله عز وجل ليس له إرادة الحاجة هنا بمعنى الإرادة ليس لله حاجةٌ أي إرادة في أن يدع طعامه وشرابه أي أن الله تعالى لم يُرِد من عباده أن يدع الطعام والشراب وإنما أراد منهم أمراً فوق ذلك وهو تحقيق التقوى ولهذا قال من لم يدع قول الزور والزور من الازويرار وهو كل قولٍ مائلٍ عن الحق الزور من الازويرار ومنه قول الله عز وجل وترى الشمس ومنه قول الله عز وجل عن أصحاب الكهف عن الشم تزاوروا عن كهفهم أي تميل والزور هو كل قولٍ قول الزور هو كل قولٍ مائلٍ عن الحق كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والعمل به أي العمل بقول الزور كشهادة الزور والحلف الذي يقتطع به ما لم رئي المسلم ونحو ذلك والجهل المراد بالجهل هنا السفة وهو مجانبة الرشد وليس المراد بالجهل ضد العلم بل الجهل هنا المراد به السفة وهي الكلمات النابية فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه ثالثاً من فضائل الصوم أنه سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه من صام رمضان إيماناً أي إيماناً بالله ورِضاً بفرضية الصوم عليه فليس كارهاً لفرضه ولا شاكًا في ثوابه وأجره فإن جزاءه وثوابه غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وهنا أنبِّه أنه قد يرِد في بعض الألفاظ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر وهذا لا يصح ولهذا كلُّ حديثٍ يمرُّ بك إذا رأيت فيه من فعل كذا غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر أو غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر فاحكم على أن هذا الحديث ضعيف كلُّ حديث فيه أن من فعل كذا من صلَّ من صام من حج من ذكر الله غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر فاحكم فوراً أن الحديث ضعيف ولا يصح لماذا؟ لأن مغفرة ما تقدَّم وما تأخر من الذنوب من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبك وما تأخر ويدلُّ عليه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدما أي تتشقَّق أي تتشقَّق من طول القيام فلما قيل له في ذلك يعني لماذا تقوم هذا القيام وأنت عبدٌ قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدًا شكورًا أيضاً مما يدلُّ على مغفرة الذنوب بالصيام قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر من فضائل الصوم أيضًا أنَّ ثوابَهُ لا يتقيَّدُ بعددٍ معيَّنًا بل يُعطى الصائمُ أجرَهُ بغير حساب قال الله تعالى في الحديث القدسي كلُّ عمل ابن آدم له يُضاعف الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة إلا الصوم فإنَّه لي وأنا أجزيبه يدعُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجلي للصائم فرحتان يفرحُهما فرحةٌ عند فطره وفرحةٌ عند لقاء ربِّه من فضائل الصوم أيضًا أنه جامعٌ لأنواع الصبر الثلاثة ففيه صبرٌ على طاعة الله وفيه صبرٌ عن معصية الله وفيه صبرٌ على أقدار الله المؤلمة ففيه صبرٌ على طاعة الله لأنَّ الإنسان يُلزِمُ نفسَه بالصيام ويأمرها به وهذا صبرٌ على طاعة الله وفيه صبرٌ عن معصية الله لأنه يمنع نفسه من المحرَّمات سواءٌ كانت خاصةً وهي المفطِّرات أم عامةً كالكذب والغيبة والنميمة والسبِّ والشتم ونحوها وفيه صبرٌ على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم ينالُه شيءٌ من التعب ولا سيَّما في أيام الصيف ومع حرارة الشمس فقد يُصابُ بشيءٍ من التعب والإعياء والجوع والعطش ومع ذلك يصبر ويُصابر وإذا كان الصوم جامعًا لأنواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى إنما يُوفَّ الصابرون أجرهم بغير حساب من فضائل الصوم أيضًا أنه يشفع للعبد يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعان فهذه بعض فضائل الصوم وصيام رمضان إنما يجب بشروطٍ ستة الشرط الأول من شروط وجوب الصوم الإسلام فالكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه لوجود مانعٍ يمنع من صحته وهو الكفر بالله عز وجل كما قال تعالى عن الكفار وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وليس معنى أن الصيام لا يجب على الكافر أنه لا يُحاسب عليه يوم القيامة بل يُحاسب عليه يُحاسب على تركه للصيام وعلى تركه للحج وعلى تركه للصلاة وعلى تركه للزكاة بل على جميع الأعمال التي يتركها ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَتَكْذِيبُهُمْ بِيَوْمِ الدِّينِ كَافٍ فِي عُقُوبَتِهِمْ فلولا أن هذه الأعمال التي ذكروها لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين لولا أن لهذه الأعمال أن لها أثراً في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي ما سبق ذلك أي ما سبق إسلامه فلو أسلم مثلاً في اليوم العاشر لم يلزمه أن يصوم العشرة الأيام الأول لقول الله تعالى قُلِّ الَّذِينَ كَافَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وكذلك أيضاً لو أسلم في أثناء اليوم وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه وقت الوجوب أعني عند طلوع الفجر لم يكن من أهل الوجوب الشرد الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الصوم وهو الصبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والصبي إما أن يكون مُميِّزًا وإما أن يكون غير مُميِّز فأما إذا كان الصبي غير مُميِّز وهو الذي لا يفهم الخطاب ولا يرُدُّ الجواب كالذي له خمس سنوات أو أربع سنوات أو نحو ذلك فهذا لا يصح صومه حتى ولو صام لأن الصوم عبادة وكل عبادة لابُدَّ فيها من النِيَّة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى وأما الصبي المُميِّز الذي يفهم الخطاب ويرُدُّ الجواب والغالب أنه يكون عند تمام سبع سنين فهذا يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه أولاً اقتداءً بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يُصوِّمون صبيانهم وثانياً لأجل أن يألف هذه العبادة حتى إذا بلغ وإذا نفسه قد ارتاضت عليها واعتادت عليها فيسهل عليه الصيام وإن من المُؤسف حقًا أن بعض الأولياء يمنعون صبيانهم من الصوم مع رغبتهم في ذلك وقدرتهم على هذا ويظنون أن هذا رحمةً بهم والحقيقة أن رحمتهم أن يُقوِّمهم على الشرع القويم والمنهج المُستقيم الذي هو منهج سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم فرحمة الصبي والإحسان إليه أن تُربيه على القيم والمبادئ الإسلامية الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل فغير العاقل لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رُفِع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يُفيق لأن الصيام عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية والنية لا يمكن أن تُتصوَّر من المجنون فإن كان ممن يُجنُّ أحيانًا ويُفيق أحيانًا وجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه ويلحق بالمجنون الشيخ الكبير المُهَذْرِي الذي قد بلغ من الكِبَرِ عِتِيًّا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإطعام لأنه غير مُكلَّف والشيخ الكبير من حيث الصيام لا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يكون الشيخ الكبير قادرًا على الصوم فيجب عليه أن يصوم لأنه كغيره والحال الثانية أن يكون عاجزًا عن الصوم وعقله معه فهذا لا يجب عليه الصوم ولكن يجب عليه البدل وهو الإطعام فيُطعم عن كل يومٍ مسكينًا والحال الثالثة أن يكون عاجزًا عن الصوم وعقله ليس معه فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مُكلَّف والحال الرابع أن يكون الشيخ الكبير ممن يهذي أحيانًا ويميِّز أحيانًا فتارةً يكون عقله معه وتارةً يذهب عقله فهذا يجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه أو يجب عليه الإطعام إذا لم يستطع الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام الاستطاعة أو القدرة وضدها العجز فالعاجز لا يجب عليه الصوم ولكن العاجز على نوعين النوع الأول أن يكون العجز مما يُرجى زواله كالمريض مرضًا يُرجى بُرءه فهذا يُفطِر في رمضان ولكن إذا برئ فعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان لعموم قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر والنوع الثاني من العاجز والنوع الثاني من كان عجزه مُستمِرًا لا يُرجى زواله كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرءه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذا يُطعم عن كل يومٍ مسكيناً ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وشق عليه الصيام كان يجمع مساكين في آخر رمضان بعدد ما أفطر منه ويُطعمهم والصيام بالنسبة للمريض إذا كان الإنسان مريضًا فالصيام بالنسبة له على أقسامٍ ثلاثة القسم الأول أن يكون المرض يسيرًا لا يضرُّه الصوم ولا يشقُّ معه الصوم كالصُداع اليسير ووجع الضرس فهذا لا يُبيح الفطر بل يجب عليه أن يصوم والقسم الثاني أن يشق عليه الصوم من غير مضرَّة أن يكون الصوم عليه مشقَّة على المريض لكن لا يضرُّه فالصوم في حقه مكروه لأن في صومه عُدولًا عن رُخصة الله تعالى والله تعالى يُحِبُّ أن تُؤْتَى رُخصُه كما يكره أن تُؤْتَى معصيتُه والقسم الثالث أن يضرَّه الصوم أن يكون الصوم بالنسبة للمريض مما يضرُّه فالصوم في حقه مُحرَّم في هذه الحال لقول الله عز وجل وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال عز وجل وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فإذا قال قائل ما ضابط الضرر الذي يُبيح الفطر في هذه الحال نقول ضابط الضرر أن يكون الصوم مما يزيد في المرض أو يُؤخر البر فإذا كان صيامه يزيد في مرضه أو يُؤخر البر فإن هذا عذرٌ شرعي في فطره فإذا قال الأطبَّة مثلا إن هذا الشخص المريض لو صام لازداد مرضه فيجب عليه أن يُفطر أو قالوا إن مرضه لا يزيد ولكن البرأة تطول مُدَّته فبدلاً من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة فهذا أيضاً يجب عليه أن يُفطر ومتى عجز الإنسان عن الصيام فإنه يُطعم عن كل يومٍ مسكيناً كما قال الله عز وجل وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يومٍ مسكيناً والإطعام له صفتان الصفة الأولى أن يُفرِّق الطعام حبًّا على الفقراء والمساكين أن يعطيهم إياه حبًّا ويملِّكهم إياه والصورة الثانية أن يجمع مساكين بقدر ما عليه من رمضان فيُغَدِّيهم أو يُعشِّيهم فمثلاً إنسانٌ أفطر عشرة أيامٍ من رمضان لمرضٍ لا يُرجى برؤه أو أفطر رمضان كاملاً بسبب مرضٍ لا يُرجى برؤه فنقول أنت بالخيار فإن شئت فأعطي ثلاثين مسكيناً أو تسعةً وعشرين مسكيناً بعدد أيام رمضان تعطيهم حبًّا إما من البر أو من الرز مما يقتاته الناس ويدَّخرونه وإن شئت فاجمع مساكين بعدد أيام رمضان التي أفطرتها فتُغَدِّيهم أو تُعشِّيهم وبهذا تبرأ ذمَّته الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الإقامة وضِدُّها السفر والسفر هو مُفارقة محل الإقامة على وجهٍ يُسمَّى سفراً وإنما سُمِّي السفر سفراً لأمرين الأمر الأول من الإسفار وهو الظهور والبروز ومنه قول الله تبارك وتعالى والصُّبح إذا أسفر أي ظهر وبان أو أنه سُمِّي سفراً لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال أي يُظهرها فإن أخلاق الرجال لا تظهر إلا في السفر ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا عُدِّل عنده رجل وقال شخصٌ مثلاً فلانٌ عدلٌ سأل المُعدِّل هل سافرت معه أو لا فإن قال نعم سافرت معه قبل تزكيته وإلا لم يقبلها المُسافر يجوز له الفطر بشرط أن لا يقصد بسفره التحيُّل على الفطر فإذا قصد بسفره التحيُّل على الفطر بأن سافر لأجل أن يُفطر فإن هذا مُحرَّمٌ ولا يُبيح له الفطر لكن إذا كان سفره لغرضٍ صحيح سواء كان سفراً واجباً أم مُستحباً أم مُباحاً فإنه يجوز لهم في هذا الحال أن يُفطر لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر ولكن ما الأفضلُ بالنسبة للمُسافر؟ هل الأفضلُ له أن يصوم أو الأفضلُ له أن يُفطر؟ أم ماذا؟ الجواب الصيامُ بالنسبة للمُسافر لا يخلُو من ثلاث حالات الحالُ الأولى أن يشُقَّ الصومُ على المُسافر مشقةً عظيمةً لا تُحتمل فالصومُ في حقه مُحرَّم والفطرُ واجب إذا كان صيامُ المُسافر فيه مشقةٌ عظيمةٌ لا تُحتمل فالصومُ في حقه مُحرَّم والفطرُ واجب ويدلُّ لذلك حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى إذا بلغنا كُراءَ الغميم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعض الناس قد شقَّ عليهم الصيام وإنهم ينظُرون فيما تفعل فدع النبي صلى الله عليه وسلم بقدحٍ من ماءٍ بعد العصر فشربَ والناس ينظُرون فلما قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال أولئك العُصات أولئك العُصات ويدلُّ عليه أيضًا حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرٍ فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل فإذا كان الصيام في السفر يكون فيه مشقةٌ عظيمة فإن الصوم في هذه الحال يكون مُحرَّمًا الحالُ الثانية من أحوال الصوم بالنسبة للمسافر أن يشُقَّ الصوم عليه مشقةً يسيرةً مُحتملة فالصوم في حقه مكروه الصوم في حقه مكروه والأفضل أن يُفطِر لأن في صيامه عُدولًا عن رُخصة الله تعالى والله تعالى يُحِبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه كما يَكْرَهُ أن تُؤتَى معصيتُه الحالُ الثالثة من أحوال الصوم للمسافر أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء بحيث أنه لو صام أو أفطر الأمرُ بالنسبة له سواء فاختلف العُلماء رحمهم الله أيُّما أفضل في هذه الحال فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يُفطِر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله قالوا أخذًا بالرُخصة والقول الثاني أن الأفضل في هذه الحال أن يسوم فإذا كان المسافر الصوم والفطر في حقه سواء بحيث لا يكون عليه أجنى مشقة فإن الصوم في حقه أفضل وهذا القول هو الراجح لوجوهٍ أربعة الوجه الأول أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يومٍ شديد الحر حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل وثانياً أنه إذا صام ولا سيما في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره وثالثاً أنه أسرع في إبراء الذمة لأن الفطر قد يوجب أو قد يكون سبباً لتراكم الواجبات ومن ثم قد يتكاسل ويتهاون الإنسان في قضائها حتى تتراكم عليه وربما عجز عنها رابعاً أن صومه أنشط له لأن كونه يصوم مع الناس هذا أنشط للمكلف وعيسر له في الصيام لأن كل أمر يشاركك فيه غيرك فإنه يسهل عليك حتى المصائب الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم نظر إلى من أصيب مثله في هذه المصيبة فإن مصيبته تهون عليه كما قالت الخنسة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فالمصيبة إذا كانت عامةً تهون على الإنسان بخلاف ما إذا اختص بها دون غيره الشرط السابع الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والنفاس فالحيض والنفاس مانعان من وجوب الصوم ومن صحته والحيض ما هو الحيض؟ الحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة فهو دم طبيعة وجبلة وليس مرضاً يعتاد الأنثى في أوقات معلومة ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي بسرف لما حاضت في حجة الوداع لما حاضت صارت تبكي فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفسي فقالت نعم فقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري هذا بالنسبة للحيظ النفاس النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومٍ أو يومين ومعه طلق هذا هو النفاس الدم الذي يخرج عقب الولادة يعني بعد الولادة أو قبل الولادة بيومٍ أو يومين ومعه طلق فالحائض والنفس لا يجب عليهم الصيام بل ولا يصح منهما حتى لو صامتا فصيامهما لا يصح ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان دين المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولكن يجب عليها أن تقضي ما أفطرت من أيامٍ بسبب حيظها أو نفاسها لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومتى حصل الحيظ وخرج دم الحيظ من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحيظ في أول النهار أو في وسطه أم في آخره وأما لو أحست بآلام الحيظ لو أحست بآلام دم الحيظ وشعرت بانتقاله ولكنها لم ترى الدم إلا بعد عن غربة الشمس فصيامها صحيح هذه هي شروط الصيام ستة الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة والإقامة والخلو من الموانع نتكلم إن شاء الله عز وجل على ما يتعلق بالمفطرات التي تفطر الصائم المفطرات التي تفطر الصائم سبعة أنواع النوع الأول الأكل والشرب فالأكل والشرب مفسد للصوم سواء كان الأكل والشرب سواء كان الأكل معتادا أم غير معتاد نافعا أم ضارا حتى قال العلماء رحمه الله لو ابتلع الإنسان خرزة أو حصاة أفطر لأن هذا لأن هذا يسمى أكلا والدليل على أن الأكل والشرب من المفطرات قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فمفهوم الحديث من نسي أن من تعمت لا يتم الصوم بل يفسد صومه إذن الأول من المفطرات الأكل والشرب مطلقا سواء كان الأكل نافعا أم ضارا معتادا أم غير معتاد الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب فالإبر المغذية التي يأخذها المريض ويستغني بها عن الطعام والشراب هذه تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب وأما الإبر غير المغذية التي لا تقوم مقام الأكل والشرب ولا يستغني بها المريض عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر الصائم سواء كانت عن طريق العروق أم عن طريق العضلات إذن الإبر التي تفطل الصائم هي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب ولهذا تجد نسأل الله العافية بعض المرضى يمكث أشهراً بل سنيناً وهو يتغذى على هذا المغذي أكله وشربه وما يحقن فيه من هذا المغذي الذي يقوم مقاماً الأكل والشرب ويجوز للصائم أن يستعمل الإبر التي لا تقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المسكنة أو إبر العلاج الجلوكوز والسكر ونحو ذلك كذلك أيضاً لقاح كورونا ونحوه من الأدوية كلها جائزة لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معنى الأكل والشرب الثالث من المفطرات الجماع وهو أعظمها وأغلظها والجماع إذا وقع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان ترتب عليه خمسة أحكام أولاً الإثم لأنه ارتكب معصية ومحرماً وثانياً فساد الصوم فيفسد صومه وثالثاً وجوب الإمساك بقية يومه ولا يقول ما دمت أني أفطرت أكمل اليوم مفطراً يجب عليه أن يمسك لحرمة الزمن ورابعاً وجوب القضاء وخامساً وجوب الكفارة المغلضة وهي عطق رقبة أي تحريرها وتخليصها من الرق فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي فإن لم يستطع أطعام ستين مسكيناً إذن كفارة الجماعة في نهار رمضان كفارة مغلضة وهي على الترتيب وليست على التخير بمعنى أنه إذا وجد الرقبة فيجب عليه أن يعتقها إذا لم يجد يصوم يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي فلو أنه مثلاً شرع في الصيام وصام خمسين يوماً وفي اليوم الواحد بالخمسين أفطر من غير عذر شرعي يزمه أن يستأنف من جديد يزمه أن يستأنف من جديد لأنه بتعمده لفطر هذا اليوم لا يستق عليه أنه صام شهرين متتابعين ولكن لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب والمسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان ولنضرب لذلك أمثلة المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان فصام شهرا ثم جاءه رمضان سيصوم رمضان في اليوم الثاني من شوال سوف يعاود ويصوم الشهر الثاني فهنا حال بين الشهر الأول والشهر الثاني صوم واجب فلا يقطع التتابع المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب مثاله شرع في صيام الكفارة في أول يوم من ذي الحجة فصام تسعة أيام اليوم العاشر يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق فسيفطر كم؟ سيفطر أربعة أيام هذا الانقطاع لا يقطع التتابع لأنه انقطع لفطر واجب لأنه حتى لو صام في هذه الأيام الصيام حرام ومعصية المسألة الثالثة إذا انقطع الصيام لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو مرض أو سافر سفرا لا يقصد به التحيّل على الفطر أو حاضة المرأة المرأة مثلا عليها كفارة مثلا جامع زوجة وهي مطاوعة ولزمتها الكفارة فسيأتيها الحيض كل شهر ستفطر ستة أيام أو سبعة أيام هذا الفطر لا يقطع التتابع وإلا بقيت طول عمرها وهي تصوم لأنه لا بد أن تعيض في كل شهر إذن في هذه المسائل الثلاث لا ينقطع التتابع وما سواها ينقطع الرابع من المفطرات إنزال المني بشهوة أن يتعمد إنزال المني بشهوة فإذا تعمد ذلك فسد صومه لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجري وأما إذا خرج المني بغير اختيار منه كالاحتلام فإنه لا يفسد صومه فإن ذلك لا يفسد صيامه لأنه بغير اختيار منه وما يحصل من النائم أيها الإخوة ما يحصل من النائم لا ينسب إليه كل فعل يحصل من النائم لا ينسب إليه ولهذا قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال فالنائم إذا حصل من احتلام فإن صومه لا يفسد الخامس من المفطرات الحجامة والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة فإنها تفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ويلحق بالحجامة الفصد والشرط فالشرط هو شق العرق طولا والفصد شق العرق عرضا هذا كالحجامة ويلحق بها أيضا التبرع بالدم وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا كان صومه واجبا أن يتبرع بالدم إلا عند الضرورة كإنقاذ نفس من الهلك ونحو ذلك أما أن يذهب ويتبرع بالدم يعني لبنك الدم من غير ضرورة وصومه واجب فإن ذلك لا يجوز لأن التبرع بالدم كالحجامة وأما أخذ عينة من الدم أو ما يسمى بتحليل الدم فلا يؤثر على الصائم لأن الدم الذي يؤخذ يسير لا يضر الصائم ولا يحصل به ضعف بالنسبة له السادس من المفطرات القيء عمدا والقيء أعزكم الله هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب إخراج ما في المعدة من طعام وشراب فإذا تعمد الإنسان القيء فسد صومه وأما إذا غلبه القيء وكان بغير اختيال منه فإن صومه صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي إذا من ذرعه القيء يعني غلبه بأنهاجة معيدته أو أحس بدوران في رأسه ثم تقي من غير اختيال منه فهذا صومه صحيح ولا أثر لهذا القيء في صيامه أو في أجره وأما من تعمد ذلك فإن صومه يفسد السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى خرج دم الحيض والنفاس من المرأة فإن صيامها يفسد سواء كان ذلك في أول النهار أم في وسطه أم في آخره لكن كما سبق لو أن المرأة أحست بانتقال الدم أو أحست بآلام الحيض ولكنها لم ترى الدم إلا بعد أن غربت الشمس فإن صومها صحيح لأن الله عز وجل علق حكم الحيض على وجود الأذى كما قال عز وجل يسألونك ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فمتى وجد الأذى وجد الحكم ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم هذه المفطرات الستة هذه المفطرات السبعة ما عدى الحيض والنفاس لا تفسد الصيام ولا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عالماً والشرط الثاني أن يكون ذاكراً والشرط الثالث أن يكون مختاراً فأما الشرط الأول وهو أن يكون عالماً فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاً فإن صيامه لا يفسد فمثلاً لو أن شخصاً كان حديث عهد بإسلام ويظن أن الجماع لا يفطر الصائم وأن الذي يفطر هو الأكل والشرب فجامع امرأته فإن صومه لا يفسد كذلك أيضاً لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فإنه لا يفسد صومه لأنه معذور بالجهل الدليل على أن الإنسان معذور بالجهل قال الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله تعالى قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففي الآية الأولى قال الله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد ولهذا قال الله عز وجل رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَفَعَ الْمُؤَاخَذَا عن المخطئ أما الخاطئ فقال عز وجل ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة إِنَّ فِي الْعَوْنَ وَهَامَنَا وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خاطئين فهذا هو الفرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد الشرط الثاني أن يكون ذاكراً فإن كان ناسياً فلا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فلو أن شخصاً أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فصيامه صحيح لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه أي في فمه من طعامٍ وشراب فلو أنه كان يشرب ثم ذكر أنه صائم فيجب أن يلفظ هذا الماء الذي في فمه وأن يكف عن ذلك كذلك أيضاً لو ذكر وقيل له أنت صائم فذكر فيجب عليه أن يكف عن هذا وهنا مسألة وهي لو رأيت شخصاً يأكل أو يشرب وهو صائمٌ ناسياً فهل تذكره أو تقول هذا رزقٌ ساقه الله له فدعه يأكل ويشرب الجواب يجب أن تذكره يجب أن تذكره فأنت غير معذورٍ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معذور أمام الله لو أكل أو شرب معذورٌ أمام الله عز وجل لكنك لست معذوراً في أن تدعى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى فكما أنك لو رأيت شخصاً يخلُّ بصلاته أيجب عليك أن تذكره بلى يجب إذن إذا رأيت شخصاً يخلُّ بصومه يجب عليك أن تذكره والقاعدة في هذا أنك متى رأيت في أخيك أو أنك متى رأيت في عمل أخيك خللاً في عبادته فإنه يجب عليك أن تعلمه وأن تذكره ولذلك لما دخل رجلٌ إلى النبي دخل رجلٌ إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالسٌ بين أصحابه فصلى ركعتين لا يطمئنُّ فيهما فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي فذهب وصلَّ ثم جاء فقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي فذهب وصلَّ وجاء فقال ارجع فصلِّ فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسنُ غير هذا فعلمني فعلمه ومن جملة ما علَّمه الطمأنينة من جملة ما علَّمه الطمأنينة إذن الناس متى ذكر أو ذُكر فيجب عليه أن يقف عن الطعام والشراب وتأمل الحديث تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب ذكر الأكل والشرب هنا على سبيل التمثيل ولهذا جاء فيه رواية عند الدار قطني فأفطر فيشمل الأكل والشرب والحجام والجمع وغيرها قال فليتم صومه فليكمل صومه وهذا الأمر بإتمام الصيام واجبٌ فيما إذا كان الصوم واجبًا ومستحبًا فيما إذا كان الصوم مستحبًا فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه وفي قوله فليتم صومه فائدة عظيمة وهي أن أجر صيامه وثواب صيامه لم ينقص بهذا العمل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب قل فليتم صومه هذا فيه إشعار وإشارة إلى أن صيامه تام ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه نسب الإطعام والسقي إلى الله لأن فعل الناس بغير اختيار منه الشرط الثالث من شروط كون المفطرات مفطرة أن يكون مختارًا يعني أن يفعل المفطر باختيارٍ منه فإذا أكره على ذلك فلا شيء عليه والإكراه له صورتان الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل المفطر بنفسه بأن قيل له مثلاً كل أو اشرب وإلا فعلت بك كذا وكذا فأكل أو شرب دفع للإكراه والصورة الثانية أن يفعل به ذلك كرهًا كما لو أمسكه رجلان وصبَّى الماء في حلقه فإنه لا يفطر بذلك لماذا؟ لأنه غير مختار والدليل على ذلك أن الله تعالى رافع الحكم عن من أكره على الكفر الإنسان إذا أكره على الكفر قد رفع الله عز وجل المؤاخذة فكيف بمن أكره على الصيام على الفطر في الصيام وغيرها قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله إذن المفطرات السابقة يجوز المفطرات السابقة لا تفطر الصائم إلا بالشروط الثلاثة العلم والذكر والاختيار هنا مسائل تتعلق بالصيام هل يجوز للصائم أن يستعمل قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف أو لا يجوز الجواب أما بالنسبة لقطرة العين وقطرة الأذن فيجوز للصائم أن يستعملها حتى لو وجد طعمها في حلقه وحرارتها في حلقه لأن العين والأذن ليست منفذاً معتاداً هل رأيتم أحداً إذا أراد أن يشرب يضع الماء في عينه أو في أذنه لا أما قطرة الأنف فإنها مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً فالأنف منفذ معتاد وأما قطرة العين وقطرة الأذن فيجوز للصائم أن يستعملها حتى لو وجد طعمها في حلقه وليست العلة في فطر الصائم هي وجود الطعم في الحلق بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر أتعرفون الحنظل؟ الشري نعم لو أنه وطئ على هذا الحنظل والشري سيجد الطعم في الحلق ومع ذلك قالوا إنه لا يفطر لماذا؟ قالوا لأن القدم ليست منفذاً معتاداً فيقال أيضاً العين والأذن ليست منفذاً معتاداً ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحكام الصيام بعد صلاة الفجر من يوم غد إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضا وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه جواد كريم بر رحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اشتركوا في القناة